بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم ورحمة العالمين ما زلنا في أخطاء الشائعة التي يفعلها كثير من الناس في أصناء الصلاة التي تقلل من سواب الصلاة أو ربما تبطل الصلاة قبل أن أسترسل أذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تساعدوني على نشر السنة النبوية وعطي أصلاكم كل جديد منازحة الإمام القراءة يعني بعد الإمام يقرأ يردد القرآن مع الإمام يعني يظن منه أنه عشان يخشع أو عشان يتذكر القرآن عشان يحفظ نفسنا منع عن هذا وبعدما خلص الصلاة قال ما لي أنازع القرآن القرآن من وراء ظهري ما لي أنازع القرآن القرآن من وراء ظهري تحريك العنين أثناء الصلاة وانت تصلي لازم يعنيك تبقى مطرح في مكان السجود بعضنا ما أجاز أن الإنسان يبص أمامه لكن الأفضل في هذا الزمان بعد استفحالة الشياطين والناس بتسرح تبص الأصلا للأرض عشان لا تسرح لأنك لو بصت أمامك ربما تفتن بعض الناس ليه يصلي وعمال يعمل بعينه كده هذا يضيع هذا ليس بصلاة فلا تحرك عينك الصلاة فلا تحرك عينك في الأرض دايما ما تبص شليمين ولا شمال دايما عينك بحال السجود وهو تبص في السماء وتبصلي أو تقول لاللهم لك الحمد بعض الناس بعض الناس عندما يقول لاللهم لك الحمد يفعل شيء غريب من المبدعة التي أحدثها الناس يقول لاللهم لك الحمد ويفعل أيدي كده اللهم لك الحمد هذا سناء على الله وليس بدعاء فليس من السنة أن أرفع أيدي كده وما ترفع تقول لالهم لك الحمد اللهم لك الحمد هي كده وليس ولا سنبتفع إيدك كده لذلك لا يوجد أصل في السنة فنحن لا نبتدع شي ظننا منا ان ندهي السنة فهذا دعاء فأنت تقول لاللهم لك الحمد لا تبص في السماء العصاص صلى الله عليه وسلم يقول لانتهيننا أقوام من النظر إلى السماء أو لو تختفن أبصارهم أو لو تختفن أبصارهم يعني السماء يشك السماء أن تختف أبصار ناس ينزلون عليه ربنا بيقول السماء هتتعمي ويكترفع رأسك ويكتسبع الإمام أو تسويه ألا يخاف من يرفع رأسه قبل الإمام أن يمسخه الله حمارا أو يمسخ رأسه حمارا يعني معنى إيه معنى ليه بيسبق الإمام دي كبيرة من كبائق ربما تقتل الصلاة ولو صلاة أو صلاة لا تقبل لأنك تفعلت كبيرة ونتم تصلي هتقبل الصلاة إزاي فما تسبقش الإمام فبعض الناس يسبق الإمام أو يسويه ولو صحصنا ناع عن ذلك فإواء هترفع رأسك قبل الإمام هو أيضا من مقرهات الصلاة اللي يتأخر عن الإمام تلاقي بعض الناس يطيل في الضعاء لغاية ما تنكسر عليه الحركة والإمام يكون قام ولا حيخش في الإحركة وبعض رأيه من كاروت البتاع عشان يحصل الإمام هذا ليس من الصلاة هذا ليس من لما تصلي لوحدك اسجد زي ما أنت عايز تطور في السجد زي ما أنت عايز لكن لو أنت بتصلي مع الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به الإمام والرسالة قال في الحديث المأموم سجيل الإمام إنما والرسالة قال إنما أنا إمامكم فإذا كبرت فكبره فإذا ركعت فركعه أو فلا تركعه إلا إذا ركعت وإذا سجلت فسجده فموسطة متابعة الإمام متابعة دقيقة أهم من تطويل من الإطالة في السجود فأنت متطويلش في السجود عشان تدعوه وتسيبي الإمام هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة وأيضا الإغماض العينين بعض الناس يغمض عينيه يظن منه نداخه شوء ولم أجناه عن إغماض العينين ليس له أصل إغماض العينين إذا كان إغماض العينين سيخليك تخشع ممكن تغمض عينيك بعض الوقت لذلك ستضرب نفسك إن أنت تخشع بعد كده يفتح عينيك ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان إغماض العينين سيخليك تخشع لكن لو تغمض العينين مجد السبب فتغمض العينين مكروه طبعا الحركة الكثيرة كثير من الناس يتحرك كثيرا جدا أصلاق الصلاة يعني يهرش يعمل يحرك يلعب في لحيته الرسول عسلم قال الموسيقى في صلاته إذا فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات لأنه كان بيتحرك كثيرا بيعمس في لحيته ويحرك ويبص طبعا إذا كنت بتعمل كده هذا يبطر الصلاة حتى الإمام أحمد قالت أكتر من ثلاث حركات ولو ما اكتهد ووضعه لكن كسرت الحركة والإمام مالك قال الإنسان إذا تحرك لدرجة أن إنت لو أنت بصيت عليه شكيته أنه بيصليش فهو بيصليش فعلا صلاة باطلة فالمهم أنت حاول ما تحركش خالص على القدر إذا كنت بذكر حديث كانوا بيصله على حصى قال هل يجوز لي أن أنا أبعد الحصايا عن الأرض وأنا بسجد ونصحص قال له مرة واحدة تعمل كده مرة واحدة فكسرت الحركة طبط للصلاة فما تحركش خالص أصلا الصلاة حتى حتى تحافظ للصلاة بتلف كخلقة بيضاء وتدعو لك وتقول حافظك حافظك الله كما حافظتني إذا إذا حسنت في الصلاة وربنا تقبلها وإلا تلف كخلقة صغداء فيلطب بها وجهك وتقول لك ضيعتني 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 فما تهلكش نفسك صلى الله عليه وسلم قال إياكم الالتفات في الصلاة فإن الالتفات هلكة فإن كان ولابد ففي النافلة وليس في الفرض كنت عارف نفسك كنت تحرك كتير أثناء الصلاة بتتهز بعض الناس بتتهز بعض الناس بيحرك إيده ويهرش ويعمل وتفقيق الأصابع يعني بعض الناس يعني يطرق أصابع أثناء الصلاة عبدالله بن عباس قال له شخصا بيفعل ذلك فقال له ألا أم لك تمنع تكش أم يعني إلا بقى إذا كنت تشعر بقلم شديد يعني يعني لو متطر يعني لكن الواحد بيتطر بيعملها عادة أصبحت بعض الناس وهو وقف للصلاة بوقف الرجلين الرجلين تبقى عاملة كده السنة الرجلين تبقى متاجعة ناحة القبلة كده وزا ما قلنا قبل كده ما تفتحش رجليك قوي يعني الصحاب رضا عنهم قالوا شهادته سبعة عشرة واحدة من أصحاب رسول الله يتوسطون في فتح أقدامهم في العديثة الصعيف واحد تبيعي بيقول كده فبعض الناس الأسف الشريط وأنا بعاني من هذا أشهد المعاناة يفتح رجليه على الأخ ويخليك أنت تبقى عامل كده ويأخذ مكان اتنين بعدما يأخذ مكان واحد هذا ليس من السنة أنت كان بتأذي جارك لما تفتح الأقدام اتوسط في فتح الأقدام وإزاي شخص بيعمل كده لازم تنهى واستنهى بالحسن طبعا تفهمه بلطف أيضا بعض الناس ما بيوقف أثناء الصلاة يضع يده على يده بدأ بيعمل كده بيعمل كده ويعمل كده هذا ليس من السنة أو يعمل كده أو يعمل كده السنة اليادي لهم من اليسرى فوق السر كده أو كده ملوش أصل كده ملوش أصل أو ينزل ايده خالص هذا ليس من أصل بلما يكون ماذهب الملكي كان إمام مالك كان تعبان وكان منزل ايده فالناس افتكرت أن هذا ماذهب الأصل اللي كده وحطت إيدك وهو ده اللي لديه الخشوع ولما ترفع إيدك للتكبير بكده بعض الناس من الأسف الشريع بيجي يكبر يعمل كده التكبير هكذا اليدين بحزر الكتفين والإصبع والإبهام عند أسفل الأزم هكذا وتكون الأصابة المضمومة ما حدش يعمل كده ولما تحط إيدك على الأرض الأصابة التي تعمل كده مستقيمة لحيات بعض الناس كسيمة يعوي إيدك وحط إيده على الأرض لا الأصابة لست بمتاج هنحط الكبلة زي من القدمين لازم يبقى عملين كده ولو أنت قدمين عملين كده حاول نتخلق قدمين عملين كده الناس كان كنت كنت مستريح بعض الناس يبقى عنده تشوف لكن القدمين يبقى ولازم الإيدين وانت ساجد يبقوا مستقيمين كده وتكون الأصابع مضمومة مش مفتوحة بعض الناس يحط إيده وإيده يفرج بين أصابيع وإيده لا لازم أصابع مضمومة هكذا كل هذه سننة صلوا كما رأيتموني أصلي اليدين تبقى مضمومة والأصابع متجهة نحت القبلة وكذلك القدمين تبقى مستقيمة ومستقيمة 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 وانت ساجد الإيد تبقى عاملة كده والمرفق مرفوع والمرفق مرفوع لكن ما تجنعش بين دراعاتك وانت تصلي مأموم وهذه الخطأ الفاضيحة اللي بقى فيها الكثير من الناس وأنا بعاني منها أجي أسجد أبص ألاقي المرفق الجاري اللي بيقف جنبي في الصلاة بيصدرولي فتاة وانا عسجد إزاي عشان هو ظن ان هو بيعمل للسنة السنة كان يفعل ذلك لأنه كان يوصلي إماما فكان يفرج يفرج حتى يرى بيضة يبطيه ويفعل ذلك كذا لكن انت كمأموم لما تعمل كده وتحط مرفقة بالجنب كده وانا بصلي جنبك حاجة هسجد هسجد إزاي يبطيه ضم إيديك ضم إيديك بس ما تخليش المرفق ده يوصل للأرض يبقييد بس لأن لو وصلت إيدك كلها من الأرض هذا مكروه لأن هذا يشبه جلسة الكلب الكلب لما بيقعد بيقعد يعني بيحط إيده وكلها كده أو آسف افتراش الأسد رصاصلناها عن افتراش افتراش الأسد وعن إقعاء كإقعاء الكلب ف ترفع إيدك بس ضم إيديك عشان متأزيش جارك بيبنفقك يعني لازم تخلي إدراعاتك مضموم ف أيضا من المقروهات رأس الله عليه وسلم قالينه في أيدي إخوانكم يعني بعض الناس يبقى واقف مش مظبوط طلع قدام شوية أو راجع قدام شوية بص على الأقدام لازم الأقدام تبقى بحيزة بعض بالزبط سيدنا عمرو الخطاب كان معين واحد مخصوص في بيت المال وبيدوله راتب من بيت المال سابت تلاقي القدم جارك اللي جنبك طلع تقدم عندك بعشرة سنتي أو خمسة سنتي تترجعه الوراء مش عايز يتحرك لو كل واحد بص على جاره اللي جنبه من ينهمين من الشمال يخليه جنب منه بالزبط ويحركه الصف كله ينتظم الصف كله ينتظم ورأس الله عليه وسلم قال أقيموا صفاكم أقيموا صفاكم بإقامة الصف من تمام الصلاة يعني تمام الصلاة الصلاة التي يبقى في الصف ليس تم الصف الأعواج الصلاة ليس تم صلاة ناقصة ربما لا تقبل لكن الحديث أن الله لا ينزل للصف الأعواج هذا الحديث ليس حديث عشان الناس يتفتكر من هذا الحديث فكل واحد يبص على جاره لجنبه ونحية مين ونحية الشمال لو لقيت قدم طلع وراء لازم تزبطه أنت مسؤول لأن لو أنت سبت واحد جارك لجنبك رجلي طلع أقضام شوية أو رجلي طلع أقضام شوية الصف الأعواج وأنت السبب لكن كل واحد لو خلي باله من جاره لجنبه ونحية نمين ونحية شمال الصف سنتزم كله و لو أنت كنت شواخد بالك وطلع أقضام شوية وجارك حركك لازم تتحرك نحسنا قال لينو في عيد إخوانكم لينو في عيد إخوانكم ويترفع صوتك أثناء القراءة يعني رفع الصوت أثناء القراءة في تشويش على المصلين الجنب منك زي ما احنا قلنا اللقاء العصاص عمناها اللقاء كالقاء الكلب يعني إقعاء يعني إنسان يقعد ويشب على صوابع رجليه يعمل كده في التشاهد الأخير ممكن تعمل كده بين الجلستين بين السجدة الأولى والسجدة التانية لما تقوم من السجدة الأولى وزي ما قلت في فيديو سابق لما تسجد السجدة الأولى لازم ترجع لغاية ويستخدم زهرك ويعود كل مفصل لمكانه سجد السجدة الأولى وتعملش كده وتروح يرجع تاني لازم ترجع تاني لغاية الأخ وتقول كما كان الرسول العصام يقول الله مخفر لي وارحمني وعافني وعاف عني الله مخفر لي وارحمني وهديني وعافني وعاف عني وارفعني ولا تضعني اللهم مخفر لي وارحمني وعافني ورفعني ولا تضعني هذه الصيغة كان رسول الله سلم يقول بين السجدتين دائم يضع muefu بين السجدتين بعد الناس دائم ما بيقول نسىชدة من السجدتين وعمل زي ما قلنا يضيع الجلسة بين السجدتين والجلسة بين السجدتين واجب شرعي من أركان السلاة وطبط للسلاة لو أنت كرويت الجلسة من السجدتين. لو تسجد تقول لبعين أم تروح تعمل كده ورح ترجع تاني باطل الصلاة عند جمهور العلماء. لازم ترجع وتستقر وتوقف في الجذب وتقول اللهم مخفر لي وارحمني وعافني وعفو عني. الله مخفر لي وارحمني واهدني وعافني وعافو عني وارفعني ولا تضعني دي الصيغة. في هذا تكون مقنية لأن الإتمنان والخشوع ركن من أركان الصلاة وبعدين ترجع تسجد تاني فالإقاعاء ممكن يكون سنة بين جمهور عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عنه بين السجدتين. يبقى لما أجلس السجدة الأرونية ممكن أنا أجلس جلسة أنا أشبه على الرجلية كده على أصابع القدم وأرافع وأرافعهم كده. ما فيش مشاكل بعدما تسجد السجدة التانية وتيجي بقى تقعد التشاهد ما تعملش أصابع كده. لازم تنزل القدمين. لدي اسمه إقاع الكلب. عصلا نهى عن إقاع الكلب أثناء التشاهد الأخير. بعض الناس في التشاهد الأخير يقعد يشبع على الرجلية. هذا ما نهيون عنه. لأن التشاهد الأخير يطمئنان وخشوع ويبقى طويل فما ينفعش إننا أرفع أعضر أصابع القدم لذا يجب أن تشبه بالكلب لما يبقى بيقعد كده وصلا نهى عن التشبه بحيوانات أثناء الصلاة. يتجل إيدا. لقد كرمنا بني آدم وحاملناهم في البرل والبحر ووزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من مخلاقتها تفضيل. تشبه بالحيوانات يعني فيه ذهانة للإنسان خصوصا أصناء الصلاة بين رب العالمين ومحدش يضع القدمين على بعض بعض الناس وفي التشاهد الأخير يضع القدمين على بعض كده. لا القدمين يكونوا بعيدا عن بعض لقد قلنا لا يوجد إقاعاء وتعود على أصابع القدم كده في التشاهد الأخير. لكن القدمين يكونوا بعيدا عن بعض. لأن بعض الناس يضع القدمين كده على بعض في التشاهد الأخير هذا ليس من السنة هذا ليس من السنة أيضا طبعا التساؤب بعد الناس بيتساؤب ما يموش ما يتسلش للإتساب ربما يفتح بقه ويصدر صوتا منكرا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى للتساؤب. قال لا تساؤب من الشيطان ولو مش قادر تكتم للتساؤب يضع يدك اليسرى على الفم إذا ما درش أن انت تقزم الغيء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد أحدكم أن يتساؤب فليقزمه ما استطاع فإنما يستطع فليضع يده اليسرى على فمه حتى لا يدقل الشيطان من فيه الشيطان بيخش من الفم والشيطان بيضحك من ابن آدم عندما يتساؤب الإنسان بيبقى شكله في بلاها والحسن صلى الله عليه وسلم في الحديث ما تتساؤب نبي قط عمر ما فيه نبي تتساؤب فتحط إليك اليسرى على الفم لكن بعض الناس يتساؤب ويفتح بققه ولا في دماغه وهو وقفي الصلاة لو قلنا لما تسلم ما تكبرش ما تمطش في السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ولا تشير بالإيد زيما بعض الناس بتعمل يعمل بإيده كده عصراتنا عن هذا قال ما باله أقوام يشيرون بأيديهم كأنها أزناب خير عند التسليم فالسنة تحطي إيدك على القدمين على الرقب وأثناء التسليم لكن لا تشرش بإيدك طبعا وانت خارج وده من أهم الأخطاء اللي بيأخذ فيها الكثير من الناس قلنا طبعا عدم وصل السنة بالفرض زي ما قلت في فيديوهات سابقة لأن وصل السنة بالفرض من أفعال أهل الكتاب وده تشبه بقام الفهم منهم فما توصلش السنة بالفرض لازم تقعد تسبح 33 تحمل 33 تقبر 33 بعد الصلاة وتقرأ رأية الكرسي وتستغفر وعدين تقول لا إله إلا الله أحضر الشريك الله لأه الملك والله والحمد وعلى كل شيء قدير وعدين تقوم الكلام ده حيقوته ليس قليل من دقيقتين تلات وعدين كده تقوم تصلي النافلة وتنتقل للمكان أخر لكن لا تسلمش وتروح أيام تصلي النافلة على طول لأن وصل النافلة بالفرض ليس من السنة وعدين لما تخلص الصلاة وتخارج من الجامع وتخرج بالقدم اليسرى للأسف كثير من الناس جدا وعظم الناس يخرج بالقدم اليمنى وستخدار في القدم اليمنى هذا ليس من السنة داخلت بالقدمة بنيمنى وتخرج باليسرى لابد للجميع وقام عمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول دعاء الخروج من المسجد بسم الله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم أخفل لزنوبي اللهم إني أسألكم من فضلك اللهم ع عصمني من الشيطان الرجيم أن الشيطان وتنتظر أن نحو etap الزكرة النحل يعصبها النحل الخلية النحل فشبه هذا المتيجة الزكرة يخش الخلية النحل المستنيه بالكسرة الشيطان منتظر الإنسان برا على باب المسجد بالكسرة جدا لازم تستعيز من الشيطان وانت خارج وتسأل الله سبحانه وتعالى فدعاء الخروج من المسجد هام جدا زي ما هو دعاء دخول المسجد هام جدا تخش لقدم اليومنا وإحنا أهمية دعاء دخول المسجد وبعضه لازم تقل دعاء خروج من المسجد وتخارج وتخرج بالقدم اليسر لبعض المكروهات التي يقع فيها كثير من الناس في الصلاة ينشر هذا العلم فيه صوابا عظيم ونعلم علما في النهو أجرم نعمل بيلا ومن قيمة لأكوزابك لكلم شيئا ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناة لتساعدوني على نشر السنة النبوية أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم